موسيقى من نوين الجلالي الملقب بسلام نحن في تماري الرياضية مع الاخوة المكفوفين كيف تشوفوا هالطريقة باش يترينيو وعندهم قدرات انهم يترينيو غير شوريهم كيفاش يترينيو نحن عندنا هو ان هاد الشباب هادو يمشيوا في كورة القدام احنا بغينا عنده بغينا يدعمنا في الملاعب ويفتح لنا المجال اننا نلقاوا في اللعب صافي ما بغي نوالو احنا قادرين نديروا اي حاجة موجدين تونية موجدين كل شي خصنا على الملاعب القرب هم اللي كان يلقاوا فيهم مشاكين صافي هذا هو المشكل اللي عندنا الوحيد اللي عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عثمان ونتاجين صيفتي كلعيب مع جمعية الوصال الرياضي لطنجا سوف نعرف بهاد الكورة سي سي فوت الكورة سي سي فوت هي واحد المجموعة دين الناس ما يعرفوهاش هى كورة بحال miten نقول احنا نلقا الميني فوت لديل الموبصرين ولكن احنا لدينا طريقة اخرى هى عندها واحد صوت يعني واحد الجرس نلداخل وهو بش نعرفوا احنا حياتا اللعب ديننا كنا خمسات ديال اللاعبين تيكون الـ goal ووربعات ديال اللاعبين طريقة اللعب كيف تتواصل مع أصحابنا كينا واحد الكلمات تقولها بيننا هي فوي هذيك فوي هي اللي تن يعني اللاعب من تبغي تدخل على شي لاعب تقول لي فوي باش تقول لي أنا رغبين نأخذ لك الكورة باش يمشي بها يعني تنعاني من مشاكل أخرى اللي هي بحل الملعب تنعاني منه بزاف يعني الناس ديال الجامعة والوزارة يعني ما مخصنش لنا يعني للملاعب اللي باش نلعبوا فيها يعني تنعاني منها بزاف هذا المنبر يعني تنشكر الأخ بسلام اللي تدير واحد مجهود كبير باش يوفر لنا الملعب وتنناس ديال المسؤولين ديال الملعب تنشكرهم لاننا مشي أول مرة تنجوا عندهم واني تستقبلونا صراحة تنعطيهم تحية وتنقول لهم شكرا لكم على تلبية الطالب وكذلك حتى الصحافة اللي جات اليوم ما والبسمانة الطالب تنشكرهم حتى هم سلام عليكم رشيد قطان رئيس جمعية الوسال لتأهيل ومساعدة الأشخاص المعاقين احنا أسسنا هاد الجمعية هي مختصة بالأساس في التعليم والرياضة للأشخاص في وضعية إعاقة وعندنا نادي خاص بالمكوفين وضعاف البصار اللي هو جمعية الوسال الرياضية للمكوفين وضعاف البصار وهاد الجمعية أسست هدي عام جينا لهاد الملعب هنا باش نديروا هاد الحصة تدريبية هاد الجمعية هي في مدينة طنجا ولكن احنا كنديروا هاد الحصة تدريبية في مدينة الدار البيضاء هاد الجمعية مليد أسات هي كتعتمد غير على المساهمات ديال أعضاء الجمعية باقي ما كانش الدوء لا دعم من عند الدولة ولا شي دعم من شي جيها باستثناء شركة أمانديس اللي كانت أعطاتنا الملابيس وعطاتنا بعض الأشياء أخرى أما ما تبقى بالنسبة للمساريف الجمعية هي من المساهمات ديال أعضاء الجمعية كنت منها ونحصلوا على شي وسيلة ديال النقل نبقى ننقلوا فيها اللاعبين وننقلوا فيها حتى الأعضاء حتى الناس اللي كيدروا عندنا التعليم حيث احنا كنديروا التعليم ومحاربة الأمية وتعليم طريقة البرايل إعلاميات بالنسبة للجمعية مكره هناش نحصلوا على شي وسيلة النقل لأنه كان نواجهوا مشكل كبير ديال التنقل في الحقيقة باش نجيبوا اللعبة للملعب كان نواجهوا مشكل كبير وكان مشكل ديال التمويل بصفة عامة داخل الجمعية وعد عنينا باحد المشكل مع الجامعة الملاكية المغربية لرياضة مكوفين وضعائيا في البصار حيث لمقبلتش انخراط ديالنا بالرغم من أنه وهنا جميع شروط في النادي وما قبلوش انخراط ديالنا في الموسم 2020-2021 ما قبلوش انخراط ديالنا ברغم ناصر وعرفناش علاج رغم أن الجامعة الملاكية المغربية للرياضات المكوفين وضعائيا في البصار هي خصى بتشجع توسيع الممارسة في وضعية إعاقة ولكن مع الأسف هي وضعت أمامنا بزاف ديال العراقيل وما تمكنناش نشاركوه في البطولة هاد الموسم ديال 2020-2021 يعني قرار في الحقيقة تاع السوفي ما رفضوا الميل في ديالنا بالرغم من أنه هو مستوفي لجميع الشروط هما المبرير ديالهم قالوا ما دفعناش جميع الوثائق في الوقت المحدد ولكن كان خصوم يعطونا واحد الوقت إضافي لأن الجمعية الجديدة كتحصل على واحد الوقت إضافي وتقريبا هذه هي المشاكل اللي كتواجهنا المشاكل اللي كتواجهنا هي في التمويل وفي التنقول